ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن العناية من منطقة البكيني والاندرارم هنقول خطوة بخطوة ازاي هنهتم بيها بدون ما تسبب لك اي مشاكل قبل ما اقول الوصفة بتاعتي عايزاكوا تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وتدوسوا على سبسكرايب واتفعوا زر الجرس علشان تجالكم اشعارات الفيديوهات الجديدة بتاعتي وتشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد كتير قوي من البنات بتاعيني من المناطق دي بالاخص في الهرموف والما تفتيح واذا كان في حبوب او في صمار هنقول خطوة بخطوة ازاي نهتم بيها وحافتكوا عن اهم الخطوات اللي هتعمليها وان شاء الله مش هتلاقي فيها اي مشكلة هندق خطوة خطوة مع بعض دلوقتي انا عندي مكنة فينوس المكنة دي شوية غالية بس بصراحة تستاهل يعني المكنة دي للهرموف طبعا كل بنت ووسيلة الهرموف بتاعتها بس انا دي انا بتكلم على بتاعمل المكنة دي ممتازة جدا المكنة دي ممتازة جدا دي الشفرة بتاعتها جديدة تبقى بالشكل ده المكنة دي ممتازة جدا في مادة فيها كده مادة زي جل بتساعد ان ما تخليش بعد كده في حكة في حبوب لان الحبوب والحكة هي اللي بتعمل بعد كده بتقلب بصمار المنطقة دي دي العلبة بتاعتها العلبة بتبقى فيها اربع شفرات ممتازة جدا ده في كزا نوعية وكزا لون بس هي دي انا ارتحت عليها جدا وبنصح بيها بشدة مش هتعملك اي مشكلة تماما لا هتلاقي حبوب ولا هتلاقي حكة طبعا الحكة والحبوب زي ما قلتلكم هي السبب في اسمرار المنطقة بعد كده المكنة غالية شوية بس تستاهل دي اهل بقول لكم عليها دي حاجة كده زي الجيل اللي بتخلي المنطقة نعمة ما تحسيش بالشيفنج العادي اه لازم بقى ترتيب بعد ما تعمل الشيفنج ولازم اصلا ترتيب بعد ما تخطي كل شوية انا بستخدم اه زبدة الشيا من الفرتاري اه ممتازة ممتازة اه اولا ترتيب اه غير كده حاجة طبعية لان المناطق دي انتوا عايزين فيها حاجات طبعية بقدر ما يمكن يعني هي دي قوامها من جوا وشكلها انا كان فيه برند تاني انا كنت بحبه قويه وهو ده قوام ولونها اه بس المشكلة للبرند التاني ما مش موجود كنت بجيبه اونلاين هو ناو ودي تبقى لقيت نفرتاري يعني تناسبه لحد ما فعلا عندي بقى هنا اسكنول باللمون اسكنول باللمون ده يا بنات ممتاز 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 للتفتيح وتوحيد اللون ده انت بتحطيه على قطنة قبل الشوار يعني انت خلاص قرتي تاخلي شوار بتحطيه على قطنة وبتمسحي بيه المنطقة ومنطقة البيكيني تمسحي كويس هتلاقي القطنة اساسا لو انت لست واخد شوار هتلاقي القطنة بقى تفحمة اه وبعدين بتاخدي شوار متسبهوش على جسمك اهم حاجة انك متسبهوش على جسمك بتخطيه قبل الشوار خاصة انت قريدي دخلة الباسهوم بتاخدي الشوار بتاعك فده بنصح بشدة يعني غسول جلد فوم ده يا بنات برضو من الحاجات اللي ارتحت عليها جدا هو فوم كده مش محتاج ان انت تخففيه ريحته خيالية ريحته فضيعة ده فوم بيستخدم البنوتات والسيدات ده من برة انا المنطقة الداخلية ما بحبش احط فيها غسول بحيس ان هي يعني حاجة ربانية الا لو في مشكلة بقى افرازات ريحة دي بقى بتستعيني طبعا بالدكتور لكن انا بتكلم على الغسول ده اسبوعي طبعا هتستخدميه كل يوم طبعا هيعمل مشكلة وهيعمل نتيجة عكسية ده كل اسبوع بتستخدميه هتلاقي نتيجة وريحة هتنعيشك بجد يعني ده بالنسبة لي افضل من اللي هو بتخسطيه بمية الجولد فوم ده ممتاز المنتج ده يا بنات هو صمرة الورد المنتج ده خيالي للركب للكوة تفتيح مش طبيعي وللاطفال امن جدا للاطفال لانه هم منتجات طبيعية لو انتو عارفين ان الاطفال بتقعها على طول ومشاكل في الركب بتلاقي الركب بسمارت بتحطهول على رجريها بيوحد اللون وننتجته خيالية انا بسميها ماجيك بجد يعني حاجة فضيعة بتوحد اللون وبتشيل الصمار وخاصة لمنطقة لمنطقة الركب والكوة هتلاقي النتيجة هتبهرك بجد والله يعني حاجة وامن جدا للاطفال يعني هتلاقيه كمان امن جدا للاطفال طبعا بعد ما خلق النظافة اهم شيء تغيير البنتي اهم شيء وكل ده هيساعد على نتيجة افضل